اشتركوا في القناة اشترك لكم رابط المعرض فيها في الوصف اسفل الفيديو للاستفسار عنهم والاتصال بهم جميع التفاصيل عنهم موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو السيارة الاولى عندنا هي البي ام دابلو اكس سيكس اه موديل الفين وربعة طعش طبعا هادي السيارة في مواصفات حساسات امامية خلفية السيارة بها فتحة السقوف خمس كامرات طبعا السيارة محركة ثماني سلندر خمس تالاف توين تيربو طبعا السيارة موجودة في شركة فيا سليماني سعرها طبعا ثلاثمية وخمسة واربعين ورقة اتمنى منكم مشاهدين اخواني اخواني وصل هذا الفيديو اكبر على المال لعكات دعم لنا استمرار بالنشر المزيد من الفيديوهات التي تعجبوك السيارة الثانية عندنا هي الميرسديس اي ام جي 350 فول مواصفات طبعا السيارة حساسات امامية خلفية ليد امامي وعاليد خلفية شر بلمور مخاصية طيل اوتوماتيك اربع كاميرات طبعا السيارة السيارة طبعا مقفولة من كيشي ماشي 49000 موديل 2013 محرك 6 سلندر السعر هي 345 وارقة السيارة الثانية عندنا هي اليو تيوتا لان دو كروز موديل 2016 عش السيارة طبعا بها فقط بونية صبور مواصفات حساسات امامية خلفية ليد امامي وعاليد خلفية ليد امامي وعاليد خلفية زرهاق اللايت شر بلمور مخاصية طيل اوتوماتيك اربع كاميرا طبعا سيارة شاشة داخلية تدعم خاصية للمسك طبعا السيارة ماشي 53000 سعرها خمسمائة وثلاثين ورق السيارة الرابعة عندنا هي الميرسيدز اي ام جي اس خمسمائة في اي بي موديل 2014 سيارة مواصفاتها طبعا لا تعد ولا تحصى طبعا هذه السيارة فول فول مواصفات في اي بي اه طبعا سعرها سبع دفاتر هذه السيارة ثم جاي يشوفون سيارة فخمة عنوان فخامة طبعا هذه السيارة السيارة الخامسة عندنا هي الميرسيدز موديل 2018 اه طبعا هذه السيارة بها صبغ منيت ربع من اه الدعمية الخلفية طبعا هذه السيارة سعرها 245 ورق السيارة الخامسة عندنا هي جي كلاس موديل 2017 فول مواصفات طبعا هذه السيارة ماشي 16000 كم طبعا هذه السيارة شاركنا لنا بتذكر سعرها يمكن نكم استفسار عنها على طريق الالتصار بارقامه وحترك لكم اياها بالوصف اسفل الفيديو في نهاية هذا الفيديو متابعينا اعزائنا تدعمونا هذا الفيديو بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد واذا حبيت تسويكم جزء ثاني عن اسعار السيارات الالمانية في العراق اه تبولي بالتعليقات تحت واتمنى توصلون هذا الفيديو اكبر من اللايكات وشكرا لكم على المتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة